لقد واجه بلدنا خلال السنوات الماضية ظاهرة الفساد الخطيرة ألف مليار دولار مجموع واردات العراق من النفط منذ 2003 ومائة وخمسون مليار دولار هربت إلى خارج القطر بصفقات فساد هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل استرداد عائدات الفساد مشروع قدمه رئيس الجمهورية للبرلمان للقراءة والعمل به يهدف القانون لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية فضلا عن أنه يتضمن إجراءات استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاسترداد الثروات التي تمول الإرهاب نحن بحاجة إلى إرادة حقيقية منبثقة من البرلمان والحكومة على حد سواء خصوصا أنه تم هدر الكثير من هذه الأموال وأيضا لا بد أن يكون رادع لبقية الموظفين سواء كانوا هؤلاء الموظفين صغارا أم كبارا ويؤكد مراقبون أن خطوة برهم صالح لاستعادة الأموال المهربة يجب أن تبدأ من الداخل من خلال تفعيل قانون الأحزاب ومساءلتهم عن مصادر تمويل الحملات الدعائية خاصة وأن أغلب الأموال تكون مصادرها المكاتب الاقتصادية وأموال المحافظين تفعيل هذه القانون بهذا الوقت هو ضروري جدا ولكن يجب أن يكون تفعيله بشدة وبكل حذافير ولا يكون هناك تهاون الفاسد لما تراه بعض الجهات قد ألقيه في السجن وقد حكم وقد عقب ربما يكون رادع لغيره استعادة هذه الأموال سينعش الاقتصاد العراقي ويغير المعادلة المالية بأكملها خاصة أن العراق يعيش أزمة اقتصادية خانقة من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية